السلام عليكم لمذهب الإمام مالك قصص في المغرب والأندلس انتشر المذهب المالكي في عهد الأدارسة ولما تولى المرابطين الحكم تعصبوا للمذهب فاندثر غيره من المذهب فلا ينال القضاء والإفتاء والمكان الرفيع عند المرابطين إلا فقهاء المالكية ولما قامت دولة الموحدين على النقيض حاربوا مذهب الإمام مالك ومنعوا تدريسه وأحرقوا كتب ومدونات المالكية فلما جاءت دولة بني مرين أرادوا تعليم المذهب المالكي فأمليت الكتب من الحفظ لأن كتب المالكية سبق إحراقها من الصطور لكنها لم تزل محفوظة في صدور الرجال حتى إنهم وجدوا نسخة من المدونة لم تحرق فقارنوها بما كتبوا من الحفظ فما وجدوا اختلافا يذكر واستمر المذهب المالكي هو المرجع في الفتوى والمعاملات حتى جاء الاحتلال الفرنسي للمغرب فحاولوا استبداله بقوانين وضعية بطرق متعددة وبعد الاستقلال بدأت العودة لمذهب الإمام مالك ترجمة نانسي قنقر